نرجع من كف مشوارنا ضمن برنامج صباح اليوم وابوصل لكتاب رح أحكي عنه اليوم مع الأعلامة مارسال الترس هالأعلامة يلي طفى شمعة الخمسين سنة بالأعلام ولا يزال عنده نفس الشغف يلي بلش فيه وطبعا من بعد كتاب خبرنا عن كل هالعمل يلي اشتغلوا ويلي أصدروا بالالفان وستعاش اليوم عم يصدر كتاب سنونه من غزة يلي هي ريوية رح أحكي فيها أكتر معه استاذ مارسال أهلا وسهلا فيك أهلا فيك كيف صحتك الحمد لله يعني عصارت هالخمسين سنة بالأعلام كيف بتوصفه يعني بتعب وتعرفي الأعلام وشأة ومهنة المتاعب مهنة المتاعب أدا كانت متعبة خاصة أنك أنت ويكبتها لأمدة خمسين سنة يعني كتير ظروف صعبية مرأنا فيها يعني أوقات يمكن وصلنا لحد يمكن تعرضنا للقتل أحيانا أنه مرة بخبرك بأحداث مثلا ترابلوس نعم بدأت طلع من سرايا ترابلوس على صغرتها لأنه بيتي فوق يعني طلعت من سرايا ترابلوس لآخرة يعني وجهة بوسامرة تلاقيت بزلمة وببسينة وزلم يحامل ربط تخبزه بسينة بأحداث يعني بالخمسة وثمانين مثلا نعم يعني نموذج صغير أنه كنا نعاني يعني المكتب اللي كنا فيه بالوكالة الوطنية بسرايا نقصف كنا أنا وزميل تاني أرحموه اسم محمد الحكيم نعم يعني تركنا ما في نص ساعة نقصف المكتب فيت أزيفي على المكتب ما دال في شي يعني أنه هادي من الظروف الصعب من الظروف الصعب طير أنه أكيد تعرفوا لبنان وما بدون من يخبر كده مرأة الظروف الصعب والشغف يلي خليك تلحق هالحلم يلي هو الإعلام بعده بضل هو زيته أو بخف معه أنا بعدني بشتغل لحد هلأ يعني تلاف بالتقاعد بالالفين وستعاش نعم احتفلت بحزيران للماضي بالخمسين سنة بالإعلام يعني اشتغلنا بالدولة مثل ما بيقولوا ثلاثة أربعين سنة طلعنا باي باي حلوين أنه مع المصارف وغيره المهم بس بعدني يعني كفيت طليتك مستمر به بتعرفيه وتأقلمنا مع المواقع الإلكترونية الجديدة ومشي الحال قدر تمشي الأمور بالمواقع مشي الحال يعني أنا هلأ كنت يعني مثل بيقول شوف حالي أنه بأوقات معيني كنت أشغل مع سبع مؤسسات إعلامية نعم أنه بين مراسلة وكتابة وتحقيقات أكيد بعدني اليوم بشل مع خمسة يعني مع خمس مؤسسات إعلامية اسم الله عليك أستاذ مارسل إن شاء الله يا رب بتضل متقلق بهيدا المجال بتضل عم بتعيش هيدا الشغف بالإعلام راح نحكي عن رواية سنونه من غزة نعم يعني من وين انطلقت الفكرة هي بالواقع الكتابي بلشت بالالفان وستعاش بتشتغلي مثلا ثلاثين أربعين سنة بالإعلام يعني لأنه نحكي اشتغلنا مراسلين وبتعرفي على الأرض يمرؤ كتير أصلا يعني كل شي بتشتغلي بتلاقي ما لقيت شي بأن إيديكي بالالفان وستعاش وقت طلعت على التقاعد واجت فترة بعد منها الكورونا حبيت هيك أرجع أنه وثق هالإشياء يعني من بينتها عملت كتاب سميته من موسكو إلى كابادوكيا اللي هو بيحكي عن رحلات صحفية قمت فيه أنا بفترات معينة يعني هيدا نزل بالالفان وستعاش الفان وستعاش نعم وبها يجد فترة الكورونا حصلتنا بتعرفيه بالبيت عادت تشتغل ثلاث كتب أوه ومنهم سنون ومن غزة اللي بيحكي هو عن يعني هالواقع بيعكس الواقع اللي نحنا فيه اليوم وبتشوف يعني هالشباب اللي بيحب يطلع منواقع وصعب وخصوصي بالدول العربية ما بدنا نشرح قديش فيه عذاب وصعوبات وكذا وقديش ناس عن تموت بالبحر وقديش ناس بتتعذب على الترات يعني القصة تحاكي الواقع إلى جانب كبير يعني الشاب ما بده يطلع من غزة جيته فرصة أنه يسافر على كندا أه وبلش للعذاب يعني محاولات مثلا تيقطع غزة تيفوت على مصر بده يعمل ست سبع محاولات مثلا من مصر تيرو على تركيا لأنه اللي داعيته يعني الانسي اللي داعيته أنه هي بتأمله سفر على كندا بقولت لك توصل على أوروبا تفيني أخدك يعني ما فيني أخدك أكيد وبلش يتعذب مثلا بتركيا مثلا حيوال يفوت عبالغارية يلقتون يرجع يردون مثلا أو يعزبون حضرتك استاذ مرسال بها الرواية عم تحط الإصبع على الجرح لكتير من الناس يعني نحن أصلا بلبنان قدي فيه هجرة غير شرعية وقدي فيه ناس عم بتموت بالبحار وقدي فيه ناس عم تنرد وقدي فيه ناس عم بتعين الأمرين يعني بطل قصتي أنا مثلا على الحدود التركية الإيرانية تركوهم مثلا بالتلج ثلاث أربعة أيام ووصل المرة أنه عني أروع على نفسه الفاتحة رجع بعدين أنه وسمعون بين الموت والحياة مثلا أنه بالعراق اضطر يعمل مسيحي يقدر يعيش بمنطقة مسيحية يعني فيها عزيب كثير يعني هي الفكرة معملك تحاكي الواقع أنه هي الفكرة حقيقية حقيقية لأنه كلنا عم نتعذب اليوم كل ما نقدر نوصل لبر الأمان يعني هل لأنه هيدا الرواية استاذ مرسال تحاكي الواقع معقول هيك تجزب القراء يعني يكون ألا أكيد يعني اللي تطلع أليها لحد هلأ يعني بتعرفيه من خلال طبعه أنا هون بحب وجه شكر لمؤسسة شاعر الفيحاء السابة زراء السقافية اللي هي كل الطبع للكتاب وخصوصي رئيسة الدكتور سابة زراء نعم اللي تبرع بطبع الكتاب ووعدنا أنه صار طبع 103 كتب يعني يعني مؤسسة كتير تهتم بالثقافي الله يعطيهن ألف وعافية أكيد مش رح يكون بس بشمال الكتاب رح يكون موجود بكل المقربات بكل ابنين صحيح؟ إذا الله راض يعني التوقيع اللي هيكون بصغرته برعاية وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري بعشرين تشرين الأول وبعد منا ممكن يكون في ندوي ببيروت يمكن يمكن في بعض اللي الزملاء عم بيقترحوا هيك وإذا الله راض لح يكون فيه يعني أش فينا نوسعه ونوصل حتى ما بخفيك إني عرضت على شركة إنتاج عزبتني كتير الفكرة وأنه كذا نتصير مسلسل أو فيلم يعني كمير ممكن كتير إنه القد ما فيها مراحل صعب اليوم فيها أكشن يا أستاذ فيها حماس فيها من مال لمال يعني فيها مثل حدا عم بي سارع من أجل البقاء نعم هي هيدا الفكرة يعني هيدا الفكرة هيدا توصيف المزبوط يعني ومن أجل بناء حياة صحية سليمة أكين أنه داش فيه واقع صعب مثلا بمناطق مثل مثل قطاع غزة مثلا تقدر يطلعي أنه حلم مثلا أنه يروح على كندا أو أوروبا أو إلى ما هونالك هي المشكلة أستاذ معسل أنه الجيل الجديد كله هلأ عايش بهيدا الحلم أكين مع الأسف أنه ما بقف وحتى اللي يعيشين يعني بلبنان بتلاقيين أنه يمكن ما مش بالأوضاع اللي بتوازي قطاع غزة بتلاقيين أنه مثلا بيحلم ويطلعوا مثلا يصيروا بأوروبا أو بكندا أو إلى ما هونالك إذن سنونه من غزة هي الرواية اللي رح يتم توقيعها بي عشرين تشرين الأول بي عشرين تشرين الأول بي زغرتها وبعدين رح أكيد هي موجودة رح تكون بكل المكتبات بكل لبنان للاطلاع عليها عم نشوف نحن على كل حال البوستر صورة الكتاب هذه الرواية يلي عن جد تحكي الواقع ويلي هي عصارة عصارة خبراتك بكل هالسنين يلي مرأت فيها أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وأتمنى لك كله في أستاذ الماشخصان سكرا لك شكرا لك